عايز سألك كمان النهاردة على أحمد عبدالقاتر رأيك في ايه؟ بدأ يعني الثقة بدأت ترجع له يعني يعني هو برضو بقال له فترة ما بلعبش بدنيا مش أحسن حاجة فأنت برضو يعني لعب ما يكون برضو فاقد الثقة وبدنيا تفرق معه جدا هو مثل كرة بدأ رجع له الثقة بس هو البدن شوية بتاعه لو لو تحسن هيبقى أحسن من كده خلص فعلا نادي الآية النهاردة محمد هاني عبد الماني عمر ربيع علي معلول ممتازين النهاردة ممتازين الاربع ممتازين النهاردة أحلى المبارات اللي عملوها النهاردة مهاجمين بلعب على اليوم أقوية جدا مميزين لعيبة كرة كل المواقف باستثناء الجنل اللي تلغى كل المواقف هم مميزين فيها النهاردة رامل أبيع حسيته أنه الظلم بعد مبارات الزمالك يعني الناس كلها هجمته بشكل كبير جدا بس بيقدي بقاله فترة مع النادي اللي بشكل مميز جدا هو بس هو يعني كان كابتن حسن الحمد لله مسيوي الخير كان يقول لنا إيه؟ بيقول لك كرة القدم لا تعترف في أسبوع مضى الله عصد الناس بيبص عطول اللي إنت فيه يعني إنت مع ولق لعب ماتش زمالك كويش الماتش اللي بقعده لعب كويس الناس كلمت عليه كويس فهي هي سبحان الله القدر أن إنت تلعب في النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي عندها كبيرة أن إنت لازم تبقى عطول في الطوف فورم بتاعك لازم عطول تبقى قوي لازم عطول تكسب إنت عودت جميل الأهلي على كده أن إنت تكسب فهمما أي إخفقات بتحصل بيبقى مش متقبلين أنا متصور أن إنت نفسك تعرضت الده وإنت بتلعب حتى اللعبة اللي هم في المستويات العالية أو في أوروبا ما بيلعبوش يعني بيلعبوا مستوى واحد طول المباراة يعني روموس فيه مباراة لعبها وحش فانضايك فيه مباراة لعبها وحش بولو مالديني فيه مباراة لعبها وحش ستامن فيه مباراة يعني رأسهم نبقى قصين جدا طبع 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 اللهم ما ينفعش لعب وحش لازم تراعي أن اللعب ده برضو ليه حياته ممكن يكون هو نفسيا عنده مشكلة في البيت أثرت عليه لكن هو أنت تعودت على كده خلاص يعني حتى الجماهير في مصر أما تيجي حتى منتخب مصر تحس إن عايز تكسب لعب البرزيل تكسبها هتلاعب هم الجماهير كده هم عايزين يشوفوا مصر وعايزين يشوفوا الأهل والزمالك في أحسن حاجة فعالطول عايزينك تبقى كويس وده طبعا صعب جدا لأنه ممكن يحط اللعيب تحت الضغط ان انت تبقى كويس على طول في كل حاجة دي بتحطك تحت الضغط كبير مع عودة حسين الشحات ووجود ريدا سليم ووجود طهر محمد طهر تفتك رحمد عبدالقادر يقدر يحافظ على مكانه أساسي؟ أعتقد هو هيكمل يعني أعتقد هو هيكمل يعني ريدا سليم كان موجوده النهاردة هو لعب يعني أعتبر قد أداء كويس أعتقد أنا مستر كولر هيديله عبدالقادر وأكرم توفيق من اللعيبة اللي كان مارسي كولر بعيدهم كتير الفترة اللي فاتت الاتنين بيرجعوا وقت ما كانت قال إنه مارسي كولر بيحبه ويكره وفي لعيبة بيقفل عليهم ما بيفتح لهمش تاني النهاردة فتح لأحمد عبدالقادر وأكرم توفيقه بيقده شكل عشان هو محتاجهم عشان هو محتاجهم هو على فكرة ممكن مدرب يلاعب لعيبه وهم ما بيحبوش عشان هو محتاجه بس النهاردة ما تقولت هو مش محتاج أحمد عبدالقادر مثلا يعني معنا بقولك ممكن ممكن يعني يعني ممكن هو ما يكونش محتاجه أو هو كده واللعاب يحرجه يلعب كواس ويحرجه خلاص بس هو بينه وبين نفسه المدرب هو ما يعني هو مش مقتنع بيه لأن عمر ما فيه مدرب مدير فن الأجنبي يغلط نفسه هو على طول شاف أن هو صح عشان ما يغلطش نفسه مش هيلعبه ما هو عشان يحتاجه النهاردة انت نص الملعب عندك التلاتي اللعب مع بعض انت بتلعبهم ليه؟ عشان ما فيش ناس في نفسه ما فيش مراوان للسراجة ما فيش جاهزية وديانج مصاب يعني ديانج ومراوان اللي هم موجودين هم اللعبوا أساسي وإمام للسراجة وإمام للسراجة هيوعد وإماما ما نزل برضو واضح أنهم بدنيا يعني زيروا مش قادر خلاص فأنت مضطر يعني مستر كولر لو مراوان عطية فيه مثلا مستوى 50-60% أو بدنيا هيلعبوا على أكرم توفيق لكن هو حس ان هو ما يقدرش يكمل موقع أكرم توفيق ده أحسن مركز ليه؟ يعني يلعب ستة النهاردة؟ لا لا أحسن 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 مكان ليه باكرايت باكرايت؟ أكرم يعني بس أكرم كورته مش مش حلوة شوية هو أكرم باكرايت مدافع يعني عارف في باكرايت عندك بيبقى باكرايت يعني بمواصفات محمد بركات بيدافع ويهاجم ها إسلام الشاطر بيدافع ويهاجم أكرم من اللعيبة اللي هي تعتبر بتلعبوا سير دي باكرابع ما هو ما فيش باكرايت دلوقتي يعني في كورة القدم في العالم أو باك يعني عماتين باكرايت أو ليفت اللي هو بيدافع بس يعني أي باك دلوقتي لازم يكون عنده قداره هجومة في طريقة الأربعة دي تحديدا يعني بيدافع ويهاجم كويس هي مواصفات يعني هو أكرم بيه حاول يهاجم بس طبعا انت مواصفاته الدفاعية 70% والهجومة 30% هو دفاعي عكس محمد هاني فيه توازن شوية محمد تالع النهاردة عمل كام كروس وبتاعه بيهاجم فيه لازكة معلول هجومي أكتر من دفاعي يعني معلول تحيس ان هو على طول عايز اما كان طبعا أصغر من كده شوية بصحته طير على طول جلبرتو مهاجم بس ساب معاود نفس الكلام فيه واحد كده بمواصفات دفاعية واحد بمواصفات هجومية